بسم الله الرحمن الرحيم ننتقل إلى مثال السادس خلي نقرأ السؤال هذا السؤال شوية مهم مهمة جلديل من عبيرو الأن quelle puedehaar مهرار مهم بيجئة 3 x 10 ستة پاسكال the piston moves outward to a final volume of 300 cm3 and the gas expands without energy transfer by heat هذه مهمة الملاحظة a. what is the final pressure of the gas and b. how much work is done by the gas in the expanding ok الآن اللي يبدو أنه أنا عندي التالي عندي الvi قيمتها 50 سنتيمتر تقعيب على فكرة نانا الوحدات يضادلها بينها تغيير عند pi تساوينا 3 x 10 ستة پاسكال ونحن نعرف الباسكال هي شنو نيوتن على متر تربيع اوكي هاي الباسكال لاحظ سنتيمتر تقعيب وهاي متر تقعيب فمنه أطبق قانون لا أنسى أحول الوحدات هناس السنتيمتر تقعيب إلى متر تقعيب الفي اف من طينيها هي 300 سنتيمتر تقعيب الفي اف هو المطلوب وايضا طاني ملاحظة قال لي القاز expand without energy transfer معناها الكيو تساوينا سفر هاي ايضا ملاحظة مهمة زين خلي نجي الخطوة الأولى هو الحصول على شنو الضغط النهائي مثل ما هو رات القانون اللي احتاجه هنا هو قانون اللي بني سير عندي حالتيا حالة أولية وحالة بداية إذا تذكرون اللي هو p i v i يساوينا p f v f بس انتبهنا الحقيقة حالة بعض الأحيان ال v أو ال p يكون مرفوع إلى s معين فهنا هو الآن المفروض أبلغك بي حقيقة هنا ال gama راح تكون مرفوعة اس المن لل v وقيمة ال gama هنا أنا أنطق إياها اللي هي 1.4 اوكي هنا إذن القانون اللي أطبقه راح يكون بدلالة ال p f ال final pressure p i v i على v f مرفوع إلى شنو gama زيان هذا المعامل gama هو أنا أنطق إياها عادة بالنسبة ل تطبيق القانون راح يكون بالشكل التالي ال p f تساوي 3 في 10 و 6 باسكال هذا pi vi 50 سنتيمتر تكعيب على 300 سنتيمتر تكعيب أنا قلت لكم المفروض مرفوع إلى gama نغير الوحدات بس هنا ماكو داعي ليش لأنه السنتيمتر التكعيب راح تختفي مع السنتيمتر التكعيب فماكو داعي أحول الوحدات حتى إذا حولتها ما راح تأثر على النتيجة راح النتيجة شو تكون 2.44 في 10 5 باسكال هذا المطلب الأول إذن واضح طبقت القانون هذا القانون إحنا حاضي ما عادي إنه أنا ممكن أنا يطيك إياها ملاحظة بالامتحان أقول لك إنه ال v رفع إلى قيمة gama والgama أنا راح أمطيك إياها بالامتحان ماشي خليشوف الآن المطلب الآخر أول ملاحظة بالمطلب الآخر هي قيمة q تساوي 0 ليش لأنه هو قاعد الغاز expands without energy transfer by heat وهي مهمة لأنه مرح نستخدم القانون الثاني للثيرموديلاميك اللي تذكروا q ناقص delta e راح نهمل هذا الحد بالتالي w راح أساوي ناقص delta e أوكي الآن delta e هي ncv delta t ناقص ncv tf ناقص ti هذا ناقص delta e الآن كلها متوفرة عندي ما عاد cv فلازم ألقى قانون أحسب من عند قيمة cv القانون عندي gamma تساوي cp على cv أوكي وإحنا نعرف cp هي cv زائد cr إذن cv زائد r على cv أوكي إذن معناها gamma ناقص واحد أعيد صياغتها هاي العلاقة زين gamma ناقص واحد في cv تساوي r r إذن في الحالة cv تساوي r على gamma ناقص واحد أوكي أعوض إذن cv تساوي r على 1.4 ناقص واحد أوكي cv هي 2.5 r راح أصير هاي ورما أطلح 1.4 ناقص 4 2.4 أقلبها في المفوت الطيني 2.5 وحط يمها r إذن صار عندي cv تساوي 2.5 r هاي راح وين أعوض ها أجي أعوض ها هنا أوكي إذن فيها الحالة الw إيش راح يصير عندي ناقص n cv tf ناقص ti أعوض بقيمة cv ناقص n 2.5 r tf ناقص ti أتخلص من هاي الإشارة أضربها بهذا القوس فرح تصير عندي n 2.5 r ti ناقص tf أوكي بس أعكسها هنا إيه هالة هاي n مع r مع t عندي علاقة اللي هو pv يساوي n r t راح أحولها بدلالة pv فرح تكون العلاقة بالشكل التالي الشغل تساوي 2.5 أطلح أبرة هاي أوكي 2.5 و راح تكون العلاقة p i vi ناقص pf v f أوكي هاي واضح شون صارت لأنه هنا pv ساوي n r t عندي n وعندي r وعندي t فكل ذني أحول بدلالة pv أوكي الآن كل اللي أسوي أطبق العلاقة ماتي 2.5 كلها متوفرة هنا شوي أنتبه لتغيير الوحدات 3 في 10 6 احنا قلنا هاي باسكال بالتالي الحجم من أجي أطبق 50 أضرب في 10 2.6 حتى أحول بدلالة المتر التكعيب ناقص نفس الشي هنا 300 أو حقيقة خلي أبدأ بالضغط ضغط مالتي 2.4 أربعة في 10 5 مضروب بيش في 300 في 10 ناقص 6 حولتها بدلالة المتر التكعيب أوكي راح بالنتيجة الشغل مالتي ساوي 192 جول وهذا هو المطلب الثاني أوكي شكرا جزيلا لحسنا أسره